تشهد سوق العقارات الإسرائيلية تحولا كبيرا حيث أظهر استطلاع حديث انخفاضا واضحا في عدد المستثمرين هؤلاء المستثمرون الذين يمتلكون شقة أو أكثر يمثلون الآن فقط نحو ثلث السوق بعدما كانوا يهيمنون عليه حيث يأتي هذا التراجع واستحالة من عدم اليقين الاقتصادي وتكاهنات بتغييرات ضريبية مرتقبة أغلب الناس بدها بيئة آمنة وبدها استقرار اليوم أغلب المستثمرين لما بيشوفش فيه استقرار أو بيئة آمنة ما بيشتريش اليوم اللي واحد بخاف شو بدي يصير يمكن يتوقف المشروع بعد فترة اللي عم بيشتري فيه يمكن المشروع يتضرر بناحية الحرب فهذا بأثر كتير عليهم فأغلب المستثمرين اليوم عم بهربوا بالحرب ومعروفة بأغلب المناطق بالعالم إنه دائما لما فيه حرب الاستثمار بيخفي كتير وهذا بأثر على سوق العقارات تؤثر على سوق الإسرائيلي بشكل كامل حتى بمجالات أخرى تؤثر الإشاء عليها الحرب على غزة ولبنان زادت الطينبلة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة دفعت المستثمرين للبحث عن فرص أكثر أماناً بعيداً عن العقارات والسوق العقاري الذي كان يوماً رهاناً مضموناً بات اليوم محفوفاً بالمخطر الوضع الجيوسياسي الموجود الآن والذي تذهب إليه إسرائيل هو مزيد من العنف ومزيد من القتل ومزيد من الاحتلال ومزيد من التنكيل دون الأخذ بعن الاعتبار أن هذا يعني بأن الاستقرار سوف لن يكون وإذا لم يكن هناك استقرار هذا يعني بأنه سوف تزيد الهجرة من إسرائيل سوف تزيد وتتزايد بتسرع كبير جداً عزوف الاستثمارات من إسرائيل ومن سوف يتبقى في إسرائيل هم فقط الفقراء في ذات السياق تزداد التساؤلات حول مستقبل السوق العقاري وفي خضم هذه الإضطرابات يخشى الكثيرون أن يؤدي التراجع الحالي إلى تغيير جذرياً في ديناميكيات العرض والطلب ومع تزايد الشكوك حول مدى قدرة السوق على التعافي فهل سيعود المستثمرون إذا استقرت الأوضاع أم أن السوق فقد بريقه للأبد